يعني دلوقت حضرتك دلوقت لما تيه تنشئ رسالة طبعا عندي هنا غير مكروق غير مكروق يعني لو فيه هنا اتنين في علبة الوارد يعني فير سلتين بس انا لسه مشوفتهم شوالا قرتهم وده الإجمالي إجمالي الرسائل اللي وصلتنه طيب لما تيه حضرتك تعمل إنشاء كمدرس دلوقت وحابب تبعث رسالة للطلاب من داخل المقرر من داخل المقرر والطلاب يشوفوها يفتحوا برضو نفس الرسائل دي عشان يشوفوا الرسالة يبقى هنا حضرتك تقول هنا كاتب لي المستلمون وجايب لي إله يعني هابعت لمين من اللي هيستلم لما أنا ضغطت على كلمة إله جاب لي مين جاب لي كل الطلاب اللي موجودين عندي فأنا ممكن أبعت الرسالة وكمان جايب لي المدرس تمام وممكن يكون معايا كمان هنا مشرف أو منصق تمام فهنا أقدر أبعت أحد الطالب واحد بس محدد طالب محدد عايز أبعت له رسالة هو الواحد بس وممكن أبعت الرسالة للكل يعني أنا لو دلوقتي جيت وضغطت على تحديد الكل أو تحديد الكل يبقى أنا أحددت الكل طيب حابب أن أنا أحدد طالب واحد يبقى بالماوس كده أضغط وأحدد طالب واحد طيب عاوز اتنين من الطلاب يبقى أضغط بالماوس واضغط من لوحة المفاتيح اللي عندي في اللابتوب على على زر الكنترول واضغط بالماوس كي أني بضغط يبقى عندي هنا ايه السودنت تمانية والسودنت التزعة طيب عاوز كمان السودنت انت خمسة أضغط كمان يبقى حددتي ثلاثة بس حددتي ثلاثة بس أو أحدد واحد بس أو أحدد الكل ما فيش أي مشكلة خالص بس أهم شيء بعد ما حضرتك تحدد التحديد اللي أنت عاوزه ما تتركش الأمر كده لا ده أنت لازم تنقل تنقل التلاثة دول إلى القايمة دي القايمة اللي اسمها المستليمون لأن هم دول التلاثة اللي الرسالة هتوصلهم بس يبقى لازم أضحهم هنا أضفهم هنا عشان الرسالة هتوصلهم هما بس يبقى أجي كده وقام قيل إيه أضغط على إيه أضغط على السهم اللي بيتجي اليسار عشان يأخذ التلاثة ديهم في قايمة المستليمون أضغط كده هيقوم إيه نقلهم هنا طيب لا ده أنا مش عاوز كده ده أنا عاوز إيه مش عاوز السيون أنت خمسة ده لا مش عاوز سيون أنت خمسة يبقى أحدده واضغط على السهم ده أرجعه مكانه تاني مفيش مشكلة اهو يبقى هابعت لإيه لتمانية وتسعة لا ده أنا عاوز أبعت للكل مثلا يبقى أحدد حضرتك تحدد الكل تاني تحديد الكل وتضغط هنا على السهم ده عشان تنقل دول المتبقين إلى إيه إلى إيه إلى القايمة المستليمون هنضغط كده خلص كله اتنقل في القايمة يبقى الكل هنا الكل هنا هيروح له رسالة طيب إيه الرسالة يبقى ننزل تحت علشان نكتب موضوع الرسالة نكتب إيه موضوع الرسالة بحضرح تكتب موضوع الرسالة هنا تحت كلمة الموضوع تكتب الموضوع الرسالة مثلا هنقول آآ آآ مثلا واجب الايه المحاضرة التانية مثلا على سبيل المسال أي أي موضوع وبعدين تحت هنا نص بتاع الرسالة. هيقة ده كل المربع ده تكتب فيه النص اللي حضرك حابب تكتب نص الرسالة بتاحتك فيه. نص الرسالة. وبعدين تبتدى حضرك تتحرك للأسفل. لو حابب ترفق اي ملف ليهم في الرسالة دي ترفق الملف من هنا. ما فيش اي مشكلة خالص. استعراض وترفق الايه? استعراض وتفتح وترفق الايه? اي ملف. ملف فورد مثلا هو. الوحدة الاولى اهو. وبعدين حضرك تضغط على زر الارسال عشان ترسل الايه? ترسل ترسل الرسالة. اهو. يبقى هنا اه اه حضرتك في علبة الوارد بعت ايه? رسالة ايه? اه دلوقتي ولسه غير مقروعة كمان. محدش ايه? يعني ايه شافها لسه. الطالب بقى الطالب بعد كده. تمام? المفترض يعني احنا دلوقتي ده مقرر اربعة. خلونا حضرتكم ندخل على المقرر اربعة هوت. بايه? انا داخل بحساب طالب. الطالب هيجي هنا. ده طالب ستودينت تمانية. وهيدخل على رسائل المقرر. اه هيدخل على رسائل المقرر. يبقى الطالب بيعمل ايه? بيشوف علبة الوارد بتاعته. هيفتح علبة الوارد بتاعته. هيجد مجموعة من الرسائل. ادي رسالة هي. اللي احنا ان انا انا كمدرس او كاستاذ المادة. بعدت له الايه? واجب المحاضرة التانية. وكمان كنت ارفقت له ايه? ملف. وانا اللي ارسلت. ادي اسمي. اسم المدرس بيقى موجود. وادة التاريخ. مرسلة النهاردة. بتاريخ 15 مارس الساعة كزا. يبقى الطالب لابد انه يعمل ايه? انه يفتح. او يكتب كتب. يفتح واجب المحاضرة ايه ان جاي فاتح. اه علشان يعرف. والدكتور طلب منه ايه? طبعا طلب النص الرسالة. طبعا الناس هيكرأ الناس. ويعرف ايه المطلوب ايه? ويعمله بعد كده. ممكن الطالب يجي ويرد. يعني ممكن بعد كده الطالب يرد على حضرتك. الرد على المرسل. او يعمل رد على الكل. يعني بما فيهم كل الطلاب. يعني ممكن يعمل رد على الايه? او يعمل الرد على المرسل. بس. تمام? اهو اللي هو مين المرسل? هو اوتوماتيك. جاب للمرسل هنا في القيمة. اهو. وبعدين يقوم جاي هنا. ويقوم كاتب الطالب يكتب الرد بتاعه ادى الرد. هو مجهز له كمان. ان ده رد على واجب المحاضرة التانية. والطالب هيكتب الرسالة بتاعته. ايه ايه? اي رسالة بقى هو عاوز يكتبها. ايه? يوصلها لايه? يبقى نص رسالة الطالب. على سبيل المثال يعني. نص رسالة الايه? هنكبرها شوية. ده نص رسالة الطالب. والطالب ممكن يعمل استعراض ويرفق اي ملف ويعمل ارسال. اهوت. يبقى دلوقتي عندي الطالب كمان رد على الايه? على الاستاذ. لما يجي بقى حضرتك دلوقتي تدخل على الصفحة هنا. هنعمل ريفرش بس للصفحة. هتجد ان اه علبة الوارد عندك هيت في الطالب رد عليك. وعمل رد. اه ده الرد اللي الطالب ايه? الرد على الايه? استودينت تمانية. هو اللي رد والرد بتاعه كان امتى? وحضرتك تفتح. تضغط على الرد. هنا عشان تشوف نص الرد او نص الرسالة بتاعت الطالب. يبقى ده كان جاي. عملنا الجزئية دي منين? او شفناها ازاي? شفناها مين? رسائل المقرر. اللي هي موجودة دي ايه? اداة من الادوات الخاصة بالتواصل مع الطلاب. بس من داخل المقرر. يعني لابد ان يكون كلام ده من داخل الايه? المقرر. وقلنا ان الرسائل بنقدر من خلالها نتحكم. نبعث لطالب واحد او لتنين من الطلاب او لأي عدد يعني العدد محدد او للكل. لكن الاعلانات كل الطلاب يشوفوها. ما اقدرش في. وانا بنشق الاعلان. ما بيدينيش كده. اه ان انا اقدر اعمل اعلان ده للطالب ده ولا للطالب ده بس. لا. اعلان للكل. حتى هو من الاسمه اعلان لكل. طيب البريد الالكتروني هنا وظفته ايه? هو بقى هنا البريد الالكتروني. هو زي رسائل المقرر. بس رسائل المقرر داخل المقرر. لكن البريد الإلكتروني اللي هو إيه البريد اللي هو الإيميل الجامعي للطالب الإيميل الجامعي للطالب يعني حضراتكم دلوقتي لو ضغطوا على البريد الإلكتروني تمام وهتجدوا هنا أنواع أنواع البريد أنواع البريد إزاي فيه مجموعة من أنواع هنا بيقول لحضراتك إيه إن حابب تبعت تبعت لكافة مستخدمي طالب يعني كل من هم موجودين طلاب عندي في الشعبة هبعت لهم بريد بس على إيه على الإيميل الجامعي يعني مش من داخل المكرر لا ده الرسالة دي هتروح للطلاب على إيميلهم الجامعي إزاي أجي كده أضغط على كافة مستخدمي طالب تمام هو أوتوماتيك هتلاحظوا حضراتكم إنه هو جايب لي هنا كل الإيميلات هذا الإيميلات بتاعته الطلاب هو أوتوماتيك خلاص رصدها مسجلها عنده تمام أكتب الموضوع أكتب الرسالة وبعد ما أكتب الموضوع ورسالة أضغط على زر إيه طبعا ممكن كمان تحت هنا أرفق ملف ملف وورد بدي أرفق أي ملف عاوزه ويوصل لهم كمان وممكن كمان هنا أعمل حاجة اسمها اختار بالاستلام اختار بالاستلام هنا معنى إيه إن أنا كمان كأستاذ المادة هيجي لي نسخة من هذا الإيميل اللي أنا بعته للطلاب هيجي منه نسخة لي أنا على الإيميل الجامعي بتاعي يبقى لازم أعلم أعلم على إختار بالاستلام أهو إختار بالاستلام وأقوم آيل إرسال أهو إرسال هيحصل طبعا هو مش هيرسل لأن أنا ما كتبتش هنا ما كتبتش أي موضوع أهو الموضوع وما كتبتش أي رسالة هكتب هنا مثلا الرسالة وبعدين هعمل اختاره وبعدين أعمل إرسال علشان إيه أعمل رسال كده هيبعت لكل الطلاب دول تمام بس بالشرط إن نكون مسجلين إيميلاتهم جميع شايفين حضراتكم أو ده تأكيد أو ده أن أفاتح إيميل الجميع أو أجايب لي أو إرسالة يبقى ده تأكيد لأنني أنا عملت أختار أنا كمان كمرسل يجي لي يجي لرسالة جاءت لي الرسالة دلوقتي على إيميل الجميع هذا الرسالة وهذا أختار تأكد Velma علشان حضراتكم تتأكدون من من أن nets بتصل على البريد أو على إيميل لكن الإيميل الجميعي ليس الإيميل الشخصي ذه جزئية مهمة جدا طب أنا مش عاوز أبعث لكل الطلاب أنا عاوز أبعث لطالب واحد يعني إيميل أو اتنين من الطلاب في الحالة دي أجيب هنا حدا اسمها مستخدمين مفردين أو محددين أحدد أنا بقى أحدد المستخدم مش كافة كل ما حضراتكم تجدوا كلمة كافة دي هيبقى للكل كافة مستخدمي مدرس مساعد كافة مستخدمي مدرس لو أنا معايا في الشعبة خمس مدرسين هبعت للخمس مدرسين كلهم مرة واحدة طيب كافة مستخدمي طالب يبقى لكل الطلاب يبقى كلمة كافة هيبقى للكل من النوع ده من النوع طالب من النوع مدرس من النوع كذا لكن هنا كلمة مستخدمين مفردين أو محددين يبقى أنا أحدد طالب واحد أو مدرس واحد أو منصق واحد على حسب تمام؟ يبقى أنا هضغط هنا على مستخدمين مفردين هتجدوا حضراتكم أنه أجيب لي هنا نفس الشكل اللي إحنا شفناه في رسائل المقرر اللي هو إيه؟ أحدد مثلا السلينت خمسة أو أحدد السلينت خمسة أو السلينت ستة أحدد ده أنا دلوقتي ما عندهش مشكلة تمام؟ وبعدين أضغط على السهم ده علشان لازم أبعت أو اللي أنا حددته ده أخليه موجود في القايمة دي قايمة المحدد المحدد ده اللي أنا هرسله هو ده اللي أنا حددته وهرسله لإيه؟ الإيميل يبقى أنا هضغط دلوقتي كده خلاص هما دول بس اللي في القايمة اللي إيه هيتبعت لهم لكن التانيين دول لا خلاص أنا بس اخترت منهم بعدين أكتب هنا نص الرسالة نص الرسالة بتاعتي الموضوع وهنا الموضوع وتحت هنا نص الرسالة في الرسالة هنا أكتب نص الرسالة وبعدين نفس الفكرة لو عندي ملف أرفقه عاوز أبعت كمان نسخة تصل لي أنا على إيميلي الجميع كأستاذ للمادة ما فيش أي مشكلة أحددها وبعد كده أضغط على زر الإرسال علشان يتم الإرسال للإيه اتنين من الطلاب دول بس اللي أنا إيه عاوز أبعت لهم الإيميلي للإيه الجميع فقط ده بالنسبة للجزئية الخاصة بالإيه الفرق بين التلات أنواع اللي هو إعلانات المقرر رسائل المقرر والبريد الإيه البريد الإلكترون